ابنة شويكار تكشف السر وراء رفض والدتها الإنجاب من فؤاد المهندس قصة حب وزواج استمرت 25 سنة بين الثناء الشهير فؤاد المهندس وشويكار العديد من التساؤلات عن عدم الإنجاب وعن أسباب الانفصال منت الله الجواهرجي ابنة شويكار كشفت الكثير من المواقف خلال لقاءها في برنامج الستات اللي بتقدموا مفيدة شيحة على قناة النهار وقالت زواج أمي من فؤاد المهندس تم على خشبة المصرح خلال المشهد الأخير من الفصل الأول من مصرحية أنا وهو وهي ورغم انفصالهم بعد 25 سنة جواز كانوا بيتكلموا كل يوم في التليفون ولو عايز أكلة كان بيطلبها من شويكار وقبل وفاته بيوم عملت له حمام محشي زي مطلب ويوم وفاته راحت قعدت معاه ساعة ونص ورافضت تحكي قالوا ايه في اليوم ده زواج استمر 25 سنة كان بينهم كيمية وبيفهموا بعض من النظرة وعن سبب انفصال شويكار عن فؤاد المهندس قالت ابنة شويكار ان اللي سمعته من عمه فؤاد ان في ناس وحشين عملوا وقيعة بينهم وللأسف الاتنين صدقوا وكرروا انهم ينفصلوا أما بقى عن موضوع عدم الإنجاب فده كان رغبة من شويكار اللي قالت لفؤاد المهندس مش هخلف منك لو خلفت منك طفل هنحبه أكتر من بنتي ومن ولادك وانا ما عنديش استعداد أحب حد أكتر من بنتي وانت وولادك فعنية ومنا ومحمد واحمد هيبقوا اخوات وإحنا نحاول نعمل كده فؤاد المهندس زعل في الأول لما رفضت تنجب منه وبعدين تفهم وجهة نظرها لما لقى انهم فعلا بقوا اخوات وبيحبوا بعض وكبروا سوا فتخطى ضيقه من شويكار منا ابنة شويكار بتقول ان فؤاد المهندس عمري ما حسيت انه خد ماما مني هي كانت لما تبقى فاضية ما عند هالشغل تقعد معايا وتشوف مذاكرتي وتيجي معايا هي وعم فؤاد المهندس حفلات المدرسة ويوصلونا كمان الامتحانات ويستنونا ربنا يرحم فؤاد المهندس ويرحم شويكار